موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب أدخلني متخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطان النصير السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وردنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا ومن أبرز مظاهر حرارة قبل قتل الحسين في قلب المؤمن ومن أبرز مظاهر هذه الحرارة بكاؤه على إمامه صلى الله وسلم وقد تكثرت الروايات في الحظ على بكاؤه من هذه الروايات ما في مجموعة الشهيد نقلا من كتاب الأنوار لأبي علي محمد بن همام بإسناده عن ابن سنان عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال نظر النبي صلى الله عليه وآله إلى الحسين إلى الحسين بن علي عليهم السلام وهو مقبل فأجلسه في حجره وقال إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا ثم قال عليه السلام والكلام للإمام الصادق قال على إثر ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله قال بأبي قتيل كل عبرة قيل وما قتيلوا كل عبرة وما قتيلوا كل عبرة يابن رسول الله قال لا يذكره مؤمن إلا بكى فهناك نحو من التناسب بين الإيمان وبين البكاء على الحسين عليه السلام فيستكمل المؤمن إيمانا ببكائه على الحسين صلوات الله وسلامه عليه هذه رواية رواية أخرى في كتاب كامل الزيارات بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال وما من عين أحب إلى الله ولا عبرة وما من عين أحب إلى الله ولا عبرة من عين بكت ودمعت عليه صلوات الله عليه قال وما من باك يبكيه إلا وقد وصل فاطمة عليه السلام بكاؤك على الحسين صلة منك لفاطمة مطلوب من المؤمن أن يصل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وأن لا يقطعهم وهذا من حقوق أهل البيت على المؤمنين واحدة من الصلاة لهم واحدة من الحقوق ومن الصلاة لهم بكاؤهم الحسين صلوات الله وسلامه عليه حتى تصل الصديقة الطاهرة فاطمة ما عليك إلا أن تبكي ابنها الحسين عليه السلام وما من باك يبكيه إلا وقد وصل بنفس هذا البكاء يكون وصل فاطمة صلوات الله وسلامه عليها وأسعدها عليه ببكائك على الحسين تدخل سعادة على قلبي فاطمة صلوات الله وسلامه عليه وليس فقط ووصل رسول الله صلى الله عليه وآله وأدى حقنا بعد وما من عبد يحشر إلا وعيناه باكية إلا الباكين على جدي الحسين عليه السلام ما حال عين هذا الباك على الحسين الإمام يقول وإنه يحشر وعينه قريرة والبشار تلقاه يعني تتلقاه والسرور بين على وجهه والخلق في الفزاع وهم آمنون في يوم القيامة الناس في فزاع الناس في فزاع بينما من يبكي الحسين صلوات الله وسلامه عليه لا يكون آمنا يوم القيامة والخلق يعرضون في الحساب نشرت كتبهم دواوينهم والخلق يعرضون وهم أي الباك على الحسين وهم حداث الحسين عليه السلام تحت العرش يعني محادثوه لا يخافون سوء يوم الحساب يقال لهم ادخلوا الجنة فيأبون ويختارون مجلسه وحديثه يعني إذا دار الأمر بين أن أكون من حداث الحسين هذا حال الباكي على الحسين يوم القيامة دار الأمر بين أن أكون محدثا أو من حداث الحسين عليه السلام وأن لا أدخل الجنة يعني أن لا أسارع لدخولها وبين أن أسارع لدخولها وأحرم من محادثة الحسين الباكي على الحسين عليه السلام يختار أن يكون من حداث الحسين عليه السلام على المسارع إلى دخول الجنة قال والخلق يعرضون وهم حداث الحسين عليه السلام تحت العرش وفي ظل العرش لا يخافون سوء الحساب يقال له مدخل الجنة فيأبون ويختارون مجلسه وحديثه وإن الحور لترسل إليهم إنا قد اشتقناكم مع الولدان المخلدين فما يرفعون رؤوسهم إليهم لما يرون في مجلسهم بحضور الحسين لما يرون في مجلسهم من السرور والكرامة هذه رواية ثالثة في نفس كتاب كامل الزيارات بإسناده عن عبد الله بن بوكير قال حججت مع أبي عبد الله عليه السلام فيها هذا الذي يذكره في ضمن حديث طويل فقلت يا ابن رسول الله لو نبش قبر الحسين ابن علي عليهم السلام هل كان يصاب في قبره شيء موجود شيء فقال يا ابن بوكير ما أعظم مسائلك إن الحسين عليه السلام مع أبيه وأمه وأخيه في منزل رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه يعني مع رسول الله يرزقون ويحبرون وإنه لعن يمين العرش الحسين لعن يعني في هذه الجهة لعن يمين العرش متعلق به يقول يا ربي أنجز لي ما وعدتني وإنه لينظر إلى زواره وإنه أعرف بهم وبأسمائهم وأسماء آبائهم وفي رحاله وما في رحالهم أعرف من أحدهم بولده محل الشاهد وإنه لينظر إلى من يبكيه وما هي الثمر فيستغفر الله ويسأل أباه إما المراد رسول الله أو المراد الأمير ويسأل أباه الاستغفار له ويقول أيها الباكي لو علمت ما أعد الله لك لفرحت أكثر مما حزنت وإنه ليستغفر له من كل ذنب وخطيئ هذا فيما يرجى إلى البكاء على الحسين صلوات الله وسلامه كلمة أخرى أثرت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهي الأخرى تستوقفنا وقد تقدمت في حلقة من الحلقات وهي قوله صلى الله عليه وآله كما في كتاب الخرائج والجرائح للراوند عليه الرحمة فيه في ضمن حديث طويل إن للحسين في بواطن المؤمنين معرفة مكتومة وهذه الرواية تفسر لنا أيضا سر الحرارة التي في قلوب المؤمن على قتل الحسين عليه السلام تلك الحرارة لقتله عليه السلام نتاج هذه المعرفة الإيمانية هذه الحرارة تتأجج وتتسع بسعة المعرفة هذه المعرفة من شأنها أن تطبعك حسينيا وأن تجعلك مشدودا إلى فكر الحسين عليه السلام ونهجه معرفتك بالحسين عليه السلام هذه المعرفة تأخذك في خدمة الحسين عليه السلام وإذا ما عاد المؤمن من خدام الحسين في أي حقل من الحقول حتى لو كان حقلا ماذا لا يلتفت إليه أو خارج عن الأضواء خدمتك للحسين عليه السلام توفر لك عناية ولطفا ونظرا خاصا من الحسين صلوات الله وسلامه عليه لذا كلما اشتدت معرفتك بالحسين عليه السلام كلما اشتدت كلما تفانيت في خدمة الحسين صلوات الله وسلامه عليه لذا نقول للمؤمن لا تنتظر أن يدفع بك الآخرون إلى خدمته صلوات الله وسلامه عليه وبادر إلى خدمته متى سنحت لك الفرصة ولا تفوت الفرصة في خدمته فقد لا تواتيك لمرة أخرى نسأل الله سبحانه بخاصة أوليائه عليه محمد النبي وآله عليهم صلواته أن يوفقنا وإياكم لمراضي وأن يجنبنا وإياكم معاصية وأن يستر علينا وعلى أعراضنا وعلى إخواننا وأخواتنا من المؤمنين والمؤمنات إنه أرحم الراحمين اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد فاحشرنا معهم اللهم إنا نحب عملا محمد وآل محمد فأشركنا في عملهم اللهم أرنا في آل محمد عليه السلام ما يأملون وفي عدوهم وعدو شيعتهم ما يحذرون اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين وأحلل غضبك بالقوم الظالمين وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين وحده اللهم محمد وبركاته شكراً للمشاهدة